السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد نتمنىكم تكونوا باخير وعلى خير ورغم قلة التفاعل وقلة التشجيع وقلة الدعم كنقول لكم الناس اللي متبعيني وكيستفدوا مني الاخوات اللي كيستفدوا مني وخواحد الفئة قليلة نقوله تقريبا 0.5% انا على وديكم استمر وحتى انا را كان ندير هذه الفيديوهات عن حب لان الطبخ والمطبخ شي حاجة اللي كتجيري لي في العروق ديالي مني كنت صغيرة اي حاجة كنديرها لكم وصفات كيكونوا ناجحين لانني فعلا كنديرو معا تجريبة وعن حب كذلك واي حاجة كنتعلم ليها كنبغين تشاركها معاكم اليوم ان شاء الله غادي نحضروا هاد الكيكل كتجي زوينة بزاف واحد القوام ديالا كيجي اسفنجي حتى المبدأ ديال الطريقة ديال الخدمة ديال بحل الجنواز كتجي في الصراحة رائعة كتجي منفوخة ومهوية والديدة في نفس الوقت كيكونوا دوم المكونات ديالا كاز ديال زيت مع مرش مزيان دائما فيما نسمعوا كيكا فيها كاز ديال زيت كنديروش لكاس عاما لان زيت كيخليش لكيكي تطلح كاز اللاروب ديال الحليب واحد اي اغورت بنكات الفاني كاس ربع ديال سكر سانيدة عصر ديال ليمونة حامضة اللي كناخده حتى القشور ديالها خمسة ديال البيضات مهم جدا يكونوا بدرجة حرارة الجو جوج اكيس ديال الفانيلا كيز ديال الخميرة الكيموية من فئة 16 جرام وكاتهزن هاد الكيكا هادس قريبا ثلاثة ديال الكووس ديال الطقيق يقدر إلا كان طقيقة ما كيشربش كنزيده واحد جوج معالق وقبيصة ديال الملحة اللي دائما كنقول لكم ضرورية اه في الكيك ولا احتفل طاقت ولا في اي حاجة حلوه احتفل حلويات اه الطريقات هي كيف ما قلت لكم كنخدموها بشكل ديال الجينواز كنديرو البيض اولا في واحد البول هاد الكيكار كتجي خفيفة بزاف وكتجي غزالة تمنى انكم تجربوها وتكتبو لي في التعليقات كيفاش اجادكم صارحة واحد الكيكة اللي كتستحق انكم تجربوها كنزيدو الكشور ديال الليمون الحامضة كما كنعرفو الكشور ديال الحامض كيعتو واحد انكها زوينة في الكيك انا احنا يا عندي البودرة ديال الفاني ممكن تديروا سكر فاني تديرو جوج اكياس يلا كتنسم مزيان كتجي منسمو كتجي بنينة كنزيدو كدالك سكر سنيضة لقنكها سوربع وكنخدموها بالطراب الكهربائي كنخدموها بحل شكل جينواز كنبقا نضربو في البيض كنزيدو في السرعة ديال الباطوغ وكنبقا نضربو في البيض حتى كيولينا اللون دياله فاتح كنزيدو قبيصة ديال الملحة صافي مني كانت حصلو على هاد البيض كيولي على هاد شكل هادا كيضع في الحجم دياله كيولي اللون دياله فاسح سفيك نحطوه جانبا هنا هنخلطو المكونات الاخرين باش بلا ما نبقا نزيدو حاجة بحاجة لانا لبقا نزيدو بالحاجة بالحاجة هاي هبط لنا البيض اللي خدمناه اللهم كنخلطو الزيت مع الياغورت مع الحليب كنحاولو انه هنا ندمجوه مع بعدياتهم بعد كنزيدوهم على ذاك الخالط ديال البيض اللي خدمناه هكذا بش مكين ينزل شنينة والدقيقة دائما في الكيك نغرب له نسيان سننغرب له ضروري ما يتغربل ضفت عليه هنا هي الكيس ديال الخامير الكيموية كنكوبواد الخالط دفعة واحدة كنبدو نضيفه دقيقة تقريبا كنديرو على جوش دفعات ولا ثلاثة كنخدموه بحال شكل ديال الجينواز كنبقا نخدموه كنطربوه غير بشوية من تحت الفوق من تحت الفوق وهنا يرا سخنت الفران حيث الكيكة هادي ماشي بحال الكيك العادي كننطيبوها بحال الجينواز درور ما نسخنو للفران هنا سخنت للفران على درجة الحرارة 150 وكنديرها بعيدة شوية على الحرارة هكذا باش كتب على خاطرات قريبا كتب تاخدنا ديال الوقت وحد ثلاثين دقيقة بالنسبة الاخوات اللي طيبوه في الفرن الغازي يرشي مقلاء هكا تكون تقيلة تحت المول باش يلا كتوزع لكم الحرارة وكتب على خاطرها هاد الكيكة هادي كل ما طابس على خاطرها كتجي طالع وكتجي زبينه نقوم نخدمه غير من اللزحة الفقير بشوية واخر مرحلة كنزيده دك الحامض لكي اعطاه واحد الخفة كتجي خفيفة ممكن تعوده بواحد المعلقة كبيرة ديال الخل مجرد ما كانت تحصل على خالات اللي منساجم ما كيبقاش الدقيق هاكا الكويرس ديالو داهرين هنا يجب تلمول دهنتو بالزبدار شيتو بالدقيق تقريبا هادا القطر ديالو بين 24 و 25 سنتيمتغ ممكن انكم تديروها في المول هادا كل من المتقوب كتجي طالع وكتجي زبينه نحاولو انه ننهزو يدينا الفوق ونصبو الخالات وهناك نضربو واحد جوج دريبة ساكا المول بحالة باش يدخل الهواء الكيب تجي خفيفة من بعد ما طابت تتحمرات كيب ما قلت لكم تقريبا كتتاخد واحد نص ساعة ديال الوقت هنت لها وجه ديالها بالمربة ممكن تدهنوها بالحسيل وترشو عليها الكوك انا درت هنا ايا اللوز كومكاسي كان عندي اكا حمرتو في الفران من بعد ما خرجتها كان ديرو ايكا كنت في الفران كان ديرو هاكا يتحمر غير في تلك الحرارة ديالفران فيكون هادا وشكل ديال ها ما نقوش ليكم شحر كتجي خفيفة وكتجي الليدة اسمحوا لي هنا يا ما ما قديتش نقطع عليكم لاني نقطع ديال واحد السيدة ولكن را كاتجي زوين ان شاء الله غادي نعاود نديرها في المول هاداك اللي قد لكم متقوب نكون هاكده وصلت النهاية ديالفيديو متنساوش الدعمو بلي لايك ديالكم حتى نتلقى ان شاء الله بسلام عليكم